مرحباً إلى مدسور الدنيا والليوم موجودين معنا أكيد كشمير لحتى نتحدث عن زيوت التسمير زيت التسمير وشو هو النوع المناسب لكل بشرة راح نتحدث عن هذا الموضوع موجود معنا دكتورة سارة شطناوي سيدلانية من فرق كشمير الاستشاري صباح الخير صباح الورد أهلاً وسهلاً فيكي دكتورة ساعدين بوجودك معنا ونحكي لنا عن هذا الموضوع المهم اللي للأسف كتير ناس بفكروا أنه خلص أي تنينج أويل أي زيت تسمير بنفع وبفي بالغرض وما في داعي حتى أنه يكون في بروتوكول أو مثلاً طريقة بناء للتسمير الطبيعي اللي ممكن أنه يفيدنا وما يدورنا صح مية بالمية نحن لنا الناس ماخدين فكرة غلط عن موضوع التسمير إنه إحنا أدمى منقعد بالشمس ومنطول أكتر أدمى أنه ناخد لون أكتر بس هي الموضوع هي بارة عن بلدينج أوب يعني إحنا بدنا نحط زيت تسمير نستنى ربع ساعة بعدها نرجع نتفوت على المي بعدها نرجع نحط مرة ثانية والناس دائما بتنسى وتفكر إنه السن بلوك اللي هو ممكن ما يعطينا لون معنى هو بالعكس إحنا أن السن بلو رح يحمينا من الأشعة اللي هي ضارة تاعة الشمس مثل اليو في ايو في بي فمشان هيك إحنا دائما نحكي إنه لازم نحط سن بلوك قبل التانيج أويل نعم فهي من أهم الأمور اللازم نركز عليها بس كمان نوع البشرة وطبيعة البشرة ولون البشرة فيه إلو خلينا نحكي أنواع معينة من زيت التسمير فإحنا على أي أساس بنختارها وشو الأنواع الأفضل لكل البشرة صح حلا إحنا إنه من أنواع البشرة في عنا يعني نقدر نحكي نوعين يا بتكون بشرة جافة أو البشرة العادية وفي عنا كمان لون هممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم التي تشبه بشرة عادية الحنطية. نتوقض عن كيف نخطط زيت التسمير المناسب لنا ونقوم بخطوة تتحدث عن كل منتجات اليوم ونكتر من مجموعة من المنتجات ومتاجرّن المنتشرين في شعودات المملكة بتقدروا تشتروا منهم وأكيد الفريق المختصة الموجود عندهم أكيد بقدر يساعدكم وكمان موجودين على الستور أونلاين لكاشمير كوزماتيكس اللي بتقدروا تدخلوا عليه بكل أريحي وانتم موجودين ببيوتكم أول ما كنتوا تختاروا المنتجات المناسبة للكم بوصلوكم لباب البيت بتحكيلنا عن هاي المنتجات كل منتج وطريقة الاستخدام يس هلأ احنا دعما منيحكي أصلا بالستبس اللي نبلش فيها لما منيجي نعمل تان أول إشي لما نيجي نكون مثلا بالمصبح غلينا نحكي لازم اقول شي أصلا نفوت على البركة قبل ما نبلش نحط أي نوع من الكريمات من السنبلوك من حتى التانينج أه لازم نبلج جسمنا شوي بعدها منبلش نعمل اللي هي ستبس لتعون التانينج دعما منحب نبلش أول إشي بالسنبلوك أهم إشي إنه إحنا نبلش نحط السنبلوك بالأول ولازم نختار السنبلوك المناسب اللي هو هو يناسب بشرتنا من حيث كانت نفس ما حكيت إنه بشرة جافة بشرة عادية ولازم يكون بفضل يكون حتى إشي لوشن فيه أشياء بتستخدم لها للوجه أو للجسم فيه حتى سنبلوك بتستخدم للوجه والجسم مع بعض فإحنا لازم أول إشي نختار SPF منيح ولازم SPF يكون 50 وأكتر عشان تعفي إحنا تحت الشمس بدنا أعلى حماية من الشمس فإنشان هكذا دائما منفضل يكون SPF 50 تمام هاي من أهم الأمور اللازم نركز عليها وهاي تاني خطوة بعد من بالحالنا بالماء مئة بالمئة ونستنى ربع ساعة بعد ما نحط السنبلوك عشان جسمنا يمتص شوي بعدها ما بلش نحط التانيك أويل أوكي التانيك أويل اذي ما حكينا قبل شوي إحنا من نختاره حسب نوع البشرة هلأ في عنا البوتر تانيك بوتر وعنا الأويل نفسه هلأ كيف من نختار الأويل ولا بدي أفرج بس كيف بيكون البوتر هلأ البوتر بالعادة إحنا منحب نعطي البشرتهم شوية جافة خلينا نحكي عشان رح يعطينا شوية ترطيب أوكي فمشان هيك هلأ ممتنين بشتوروا نفس الاشي بس لبشرتهم جافة من نحب يعني أنه يستخدموا البوتر عشان يعطيهم شوية ترطيب وزي ما حكينا احنا عنا الكرة نستخدموا لبشرتهم بيضة وأي اشي فيها كوكو بوتر نستخدموا لبشرتهم حمتية شو بصير إذا حد مثلا الدرجة تبعتهم بيضة مثلا البشرة تبعتهم يستخدموا الكوكونات يا رح ينحرقوا الكوكو بوتر أو الكوكونات صح يا رح ينحرقوا وما سيأخذوا لون بالآخر أو أنه سيكونوا يحطوا ويعدوا على الفاضي وما سيستفيدوا أبدا فهي فعليا يعني لازم كل واحد يعرف بشرتهم حسنا وقتهم بشور على الفاضي حسنا ونحن نجد الضعب التأنك مصدر من رتالة أو ساعة من ربع إلى ثلاث ساعة وبعدها نعود للشارة على الماء هذا شيء مهم فهي لدينا المعلومات أو ساعة من أساس من تنسى لنا تحت الشمس ولكن هو الصح لأن نضعه من ربع إلى ثلاث ساعة وبعدها نضعه على الماء e نبرد قليل ثم نعود نفس الخطوط الذي هو البلوك ونضع الماء هذا هو المصبح اللقيم على ذلك وأنه نزيف أنه كل ربع إلى ثلاث ساعة منظلنا نزيد شوية شوية. هلأ أهم شيء أنه بعد ما نخلص عنا من التنينج بروسس ونخلص ونتحمى ونطلع. أهم شيء عنا البروسس مع بعض التنينج عشان نحافظ على اللون. فدعماً نحكي لازم نلتزم بالأفترسن. هلأ في عنا تو اوبيشنز يا البنثينول اللي بيكون مزيد الترطيب عنا والاليوفيرا. هلأ شخصياً أنا بحب التنان مع بعض. أوكي بتقدر التنان مع بعض؟ دائماً بحكي البنثينول عشانه كتير مهم عشان فيه الفيتمين اي في الارغان اويل في الاليوف اويل فهو بيعصينا الترطيب اللي احنا بدنا اياه. والاليوفيرا جل بيعمل زي التبريد وبيخفف عنا من التأشير. فأهم شيء للأفترسن ليش لازم نستخدمه أصلاً دائماً يعني أغلب من نفس تنساك كمان بعد التنينج. عشان احنا عنا بحافظ على اللون وعنا بيخفف من التأشير اللي ممكن يصير وبيعمل تبريد وما بخلينا ننحرق. فمشان هيك يعني دائماً صراحة بنصح بالتنين وخصوصي صراحة البنثينول عشان جد فيه الفيتمين اي فكتير بيرطب وكتير بيساعد. والحلو في هذا حتى البنثينول انه بيجي رش فكتير ايزي انه واحد يحطي يعني مش انه والله انه قعد ندهان وكذا فخلص رش وكتير تكشرة خفيفة بس بيعطى ترتيب كتير عالي. نعم والحلو كمان لهم كل موجودين عندك شمير. دفنت لكل موجود والأفترسان لازم يحكي انه يفضل انه اتليست على الاقل مرتين لثلاث مرات باليوم ينحط. بس يعني عشان نحافظ على اللون اكتر ان بفضل كل ثلاث ساعات. رجع نحط عشان نخفف كمان من الحرق الممكن يصير. طيب كنت تحكيلي قبل ما نبدأ بهيك فكرة جديدة انا اول مرة بتمرع عليها. او التسمير الليلي. ايوه التسمير اللي سمارت تان او السلف تان بيسموه. لهو احنا عنا هذول التو برودكس الموجودين هم قلال مبدئين هون. بس في عنا طبعا بتلاقي بكشمير كل شيء. في عنا السلف تان. وهي هاي عبارة عن سيرم او لوشنات. تنحط بالليل بالبيت بدون ان نتعرض للشمس. تعطينا لون. ونفس الاشيحنا بنعملها بلدينج اوب. فاحنا يعني كل يوم نحط بالليل على جسمنا. تنخلط مع الكريم مثل هون. هذا هو عبارة عن السيرم. واغلبهم فيهم اوغانيك برودكت. اوغانيك 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 اوغانيك. فهي بالتالي ساف لنستخدمها كل يوم بالليل. تقريبا كل يوم مرة بالاسبوع. لحديث ما نوصل للون اللي احنا بدنا ايه. اوكي. ساري بعد اذنك ممكن تعطينا لعلبة. بس دع فرشي الناس كيف بيكون شكل هذا السيرم. لانه يمكن انا بالنسبة لي فكرة جديدة. اه هو فكرة فعليا جديدة. بس اني موجود اذا بتقدري اتفتحيها انا. اذا بدي احاول. من ورق. هيا ايه. فهذا او ممكن اننا نستعمله لناس. لانه فيه ناس ما بيحبوا موضوع انهم يشوبوا. يضلوا قاعدين تحت الشمس. وحتى يمكن مرات فيه اشخاص بيكون ظروفهم الصحية ما بتسمح لهم. مية بالمية. يس. فاحنا مشانهك دائما منفضل اصلا التعرض للشمس الكتير. حتى التنينج الكتير مؤزي للبشرة. اشاعة الشمس مؤزية للبشرة. فاننا نحكي نعمل تنينج بس يكون في طريقة منطقية شوية. نعم. مش كل يوم كل يوم مثلا. بدنا في الشهر مرتين مثلا ماكسمم ثلاثة عشان جد اشاعة الشمس كتير ضارة. طبعا. اذا نلتزم بهذه الخطوات. واننا نعمل تنينج بطريقة صحية. نعم. هذا نعمل للوجه و للجسم. اه اوكي. هذا للوجه و للجسم؟ هذا للوجه. للوجه. اوكي. لكن الوجه بالحادة احنا لا نسمر. لا نهتم بهذا المدوء. لذلك هذا يعتبر انه هو اشي كتير امن. انت تريد تاخذي لون. حتى نلاحظ انه هذا ما فيه اي لون. نخلط مع كريم الوجه مثلا. كم قطرة سنعطي؟ نحن نقول. نحن نقول لوجه دائما سنعطي ثلاثة لأربع نقاط. اوكي. و للجسم من ثمانية لاثناشة. طبعا ديباندينج احماش بدنا نحط. يعني على اي مناطق. و مساحة الجسم اكيد. ايوة مية بالمية. اوه. و بنحط بالليل. و بنعمله بلدنج اب كل اسبوع. كل يوم يعني. اولي اول اسبوع بتكون يوميا. تاني اسبوع مبلش مثلا ثلاثة ايام. حالة ما نوصل لون احنا بدنايا. نعم. طيب اذا نحكي نصيحة اخيرة و بتحب انك تختمي فيها. و ترجيها لكل اليوم الصبايا و الشباب اكيد اللي بحبوا انهم يحصلوا على اللون التاند. اه اكيد. صنبلوك. واقي الشمس. واقي الشمس اهم اشي يعني بالحياة. سواء احنا عم نتصمر سواء احنا مدوميا. سواء احنا بالبيت. واقي الشمس يا جماعة ما احد يتخلى عن واقي الشمس. صدقا واقي الشمس. هو اهم اهم اشي لازم يكون ببيت كل حدا و عند كل صبي و عند كل شب كمان. هذا اهم اشي. اه بالنسبة لموضوع التسمير انه احنا دائما نلتزم بواقي الشمس. والترطيب قبل ما نبلش بالتاند. ولما نحط احنا الاول. استعمال التاند انه احنا ما نطول نقعد اكتر من نص ساعة. عشان هذا الاشي هو الاشي راح يضر بشرتنا كتير. ما راح ناخد لون راح ننحرق على الفاضي. و راح نأذي بشرتنا بزيادة. فالطريقة الصحة انه هي احنا نبني شوي شوي. نعم. ويمكن مرات كتير اشخاص بيواجه مشكلة بيقولوا. احنا نحرقنا وصار عنا حروق درجة اولى. ايوه. ما اخدنا لون. يعني الموضوع كان مؤذي للبشرة. واكيد هذا ممكن يسبب على. ممكن يكون فيه امراض. فشكرا لوجودك معنا دكتورة. اهلا سهلا نورتينا. شكرا لكم. شكرا لكم. اذا كل هذه المنتجات تلاقوها بمتجر كاشمير كوزماتيكس. تقدر تشتروهم منهم سواء من المتاجر المنتشرة. او حتى من الويب سايت طبعهم تقدروا تدخلوا وتشترو.